اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمس درجات. وانا هتديكم بعض اه الامثالة للحاجات دي علشان برضو احفظوها. وتذكرها كويس. اخر سؤال بس هو اللي بيحتاج منك كتابة فيهم. اما باقي الاسئلة كلها بتبقى اختياري. نبدأ باهم الاسئلة. اول معنا معنا يعني المواقف. وازاي بنحل ده السؤال ده علشان ده جديد على بعض الناس. نغد بالنا انه لو بدأ الجملة بكلمة تو وانتهى بكلمة تو يبقى هنا محتاج منك سؤال يعني انت اللي بتتكلم. لو بدأ بكلمة تو وفي الاخر كلمة ال يبقى هنا انت سألت حاجة وغيرك بيجاوب عليك. والعكس صحيح. نبدأ نحل مع بعض الاسئلة. فلازم تترجموا السؤال ترجمة كويس علشان تقدروا تفهموه. انا امي صديق. سبريزانت بيقدم نفسه. الدي هو يقول. جي مابل سامير. جي مابل سامير. انا اسمي سامير. تُ بران كنجي. لسوار تُدِي. انت تستأزن للرحيل في وقت المساء. انت تقول. بونوي. بونوي يعني تصبح على خير. او ليلة سعيدة. اQuéShop تُ问ًا ليس شعب. انت تقول. من هذا un تتكول. ساب رحل الل captured. يعني قاول Execенный لسى خلف عن cu일 tab. انا�를 يسأل تؤمن لسى ما حول على خدل وتتكي. انت تقدر. انت تiyor. يارك بيجد. انت تكون. انت تتكول. يارك يلا. يارك يارك خلicked. انت تتكول. يارك بيجد. تدماند اتون امي سكي نامبا في لسيه يلدي بتسأل زامي لك عن الحاجة اللي مش بيحبها او مش بيحب ايه في المدرسة السنوية هو يقول جو دي تست ليمات يعني اي جو دي تست انا اكره جو دي تست ليمات يعني انا اكره مادة الرياضيات تون امي تدماند كالسبور تيام صديقك بيسألك اي هي الرياضة اللي بتحبها تدية انت تقول je préfère لفوتبول او فضل قرات القدم تتسيبليك لما جمان تتسيبليك بتشرح معنا كلمة جمان انت تقول يلزان لمام اج يعني هم عندهم نفس العمر اللي هم التاوام يلزان لمام اج تدماند ا امي او يلزان للمدرسة يلزان بتسأل زامي لك بيروح فين في اوكاد الفراغ هوا يقول او سيخ يلزان لسيخ تدماند اتون امي لليو دون ساك تدية انت تسأل زامي لك عن مكان الشان تبتعتك تقول له اوه من ساك دو اينا حقيبتي اوه من ساك دو تدية انت تبتعتك زامي لك عن عنوانه انت تقول اوه من ساك دو 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 هم نستخدمها للالم رصاص انت تقول انتاي كريون انتاي كريون يعني البراية تدماند اتا مار كوي بتسأل والدتك عن مكان المحمول هي تقول دون لا شامب يعني ايه دون لا شامب في الغرفة تيك سيبرين تيكو تدي بتعبر عن ميولك يعني الحاجات اللي بتحبها أنت تقول جم لفوتبول وحبو قرات القدم تون أمي أبوكو دمي تودي صديقك عنده أصدقاء كتير أنت تقول إلي سوسيابل إلي سوسيابل يعني هو يكون اجتماعي تون أمي نو parle پا بوكو تودي صديقك لا يتكلم كسيرا أنت تقول إلي إلي تيميد إلي 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 يعني هو يكون خجول إلي تميد تاني كستيون معنا شوازي إختار الإجابة الصحيحة ودي أسئلة الجرامير أسئلة القواعد إلي إلي بفاغ يعني هو يكون رغاي يتعودوا دايما أن أي حاجة هتدل على الوصف ده يجب أن أستخدم معا كلمة كومان يعني كيف كومان إلي كيف يكون هو إلي بفاغ هو يكون رغاي لا شامب دو سامي إيه أوضة سامي تكون هنا بكلم عن الأوضة يبقى لازم أختار حاجة في ميناء زيها هتبقى غانجي مرتبة غانجي جسويني أفغيل هنا موجود شهر والشهر ده مفيش رقم قبله يبقى في الحالة دي باختار معا دايما أ أون أفغيل ولكن في الجملة اللي بعادية هنا جاء رقم قبل الشهر يبقى هنا هستخدم ل يبقى لو في رقم هستخدم ل لو ما فيش رقم قبل الشهر هستخدم ان اليوم سي دوز مايو النهاردة يوم 12 مايو جسويني ان افغيل أنا تولدت في شهر افغيل مونة اي ان مي مونة تكون في مايو هنا طبعا بكلم عن مونة يعني في ميناء أختار حاجة في ميناء هتبقى مونة اي ني ان مي يعني مونة تولدت في شهر مي البلو سي كولور كلمة بلو الأزرق كلمة مسكولة ولكن كلمة كولور اللي معناها لون كلمة في ميناء يبقى هنا اختار اون علشان خاطر كلمة كولور في ميناء اون كولور وتعودوا دايما ان اي لون يعتبر مذكر يعني اله روج اله جون اله بلو اله نوار اله فير كل الألوان مذكره في الاساس ولكن كلمة لون نفسها كلمة مؤنثة سان دي كوبان هنا هقول سان يعني هقول ممكن استخدم بس بشرط الكلمة هنا تدل على الجامع المؤنث بس هنا كلمة كوبان يعني زملاء ولاد يبقى هنا اختار سان دي كوبان هؤلاء يكونوا زملاء كلمة معناها العمر ودي كلمة مسكولة يبقى اختار معها كل اللي فيها اللي واحدة بس كم عمرك تُو ايني انت تولدت عايزة اقول امتة امتة باللغة الفرنسية يعني كان تُو ايني كان انت تولدت امتة جو اختار هنا ما اقول يبقى دايما اختار مو انا انا احب الرياضيات سان با كوبان هذا لا يكون اختار هنا كلمة ان ان كوبان في ناس ممكن يختاروا كلمة دو علشان خاطر في نفي ولكن في مشكلة هنا في وطالما في يبقى مشاين فاختار دو هختار الان والان والدي هنا طبعا كلمة كوبان مسكولة مذكر يبقى اختار معها ا لو اي كوبان تاني غير كوبان هختار دايما دو جي ان كوبان عندي زميل اي اي تميد هو يكون خجول لاني بكلم عن ولد هنا موجود غير الفغ باتغ يبقى اختار كلمة دو عشان فينا في هنا عيد ميلادك دائم توي ني مو كلمة معناها شهر خلي بالكم يا اخيرة اس بس هنا بتدل على المفرد معناها شهر يبقى اقول هنا كل اللي فيها الوحدة بس لانها مذكرة توي ني ان كل مو انت تولدت في شهر اي للي مذكر يبقى اختار صفة في جمع المذكر الصفة الوحدة هنا في جمع المذكر هي كلمة غوز الكتب تكون حمراء كلمة بلو ضفنا لها اس و نوع مضافلة اس صديقات رحمة هنا بتكلم عن جمع مؤنس يبقى اختار جمع مؤنس هتبقى بافارد طبعا السؤال المشهور كاسكسي اللي هي بالأباستروف كاسكسي يعني ما هذا نوع ما كولور بريفيري زي ما أعطوكم من شوية ان اي لون يعتبر ل مذكر يبقى نختار هنا ل جم ل كولور احب اللون خلي بالكم هنا بقى ان كلمة ل كولور جات وهيجي بعضيها لون يبقى اللون اللي هيجي بعضيها لازم يكون في المؤنس لانه زي الصفة كده الصفة بتتبع الموصوف هنا لا يبقى اختار معاها حاجة في منا هنا كلمة الوحيدة اللي تنفع في منا فيهم لانه احنا قلنا ان هي مش تتغير في الجمع ولا في المؤنس ولا في المذكر جم لأ كولور مارون احب اللون البني س فوتو ست تون فوتو هذه صورة لامي دو مريم صديق مريم تكون سانبا خلي بالنا ان سانبا تنفع مع المذكر ومع المؤنس معناها لطيف او لطيفة علي اي بخصون علي اي اون بخصون اون بخصون علشان كلمة بخصون في منا يعني علي يكون شخص زي ما قلنا قبل كده ان الشهر اللي قابل رقم يبقى نختار على طول اي الل جم بدي جم لي بدي وحبو الكصص المصورة جم لي بدي دايما هي بلغيال وده اختصار كلمة بان دي سيني الكصص المصورة ج دو بان فوتو لي اخترت دو ما اخترت دي علشان في صفة جامعة هنا فطالما في صفة جامعة اخترت دو لو شلنا الصفة هنقول دي س كي س من هذا كي سؤال سابت طبعا دايما بتيجي مع ال est يعني هذا صديق على النت كلمة تاي كريون معناها براية وده كلمة مسكولا نختار معها زي ما قلنا ان هنا بو دي صفة في الجامعة باختار قبلها كلمة دو ج دو بو لف عندي كتب جميلة جننبا انا لو احبو هاخترنا كلمة دانسي لان فيه فغب متصرف يبقى الفغب التاني لازم يجي فيه الفيناتف المصدر كلاج كام عمر تومبير تومبير معناها والدك يعني يعتبر يل ويل بتاخد اما عفو بتاخد ا كلاج اتومبير كام عمر والدك تالت سؤال معنا هو غيبو ا سي مل نجاوب على المل بيجيب لنا هنا في الاول تحية زي bonjour او salut فحنا برد بنفس تحية bonjour bonjour بعد كلاب يجيب لنا سؤال جي 15 ans اي تو عندي 15 سنة وانت فانت ترد تقول مثلا جي 13 ans جي 14 ans حسب العمر اللي عندك ان كل كلاس اتو انتفاصل اي جي سوي ان پرمير سيقندير انا فؤولا سنوي جي سوي ان پرمير سيقندير سالو حرود تحية سالو تان копا اللي كومو يعني زمي لك هو عمل اي او عمل اي بكلمان الوصف حتقول اللي او غيب اي صفا سامпа جنتي تميد ميشان اي صفا انتعيزها او حفزها سيقندير سونة الانيفرسير عيد ميلادو امتا حتقول اللي يعني هو تولد ل 5 يام يعني 5 مايو اللي 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 اتولد يوم 5 مايو او ممكن نقول 500 على طول مش لازم يام اللي 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 5 مايو بونجور بونجور توي ني قند اتولدت امتا حتقول جي سوي ني ان سبتمبر اي شهر انت عيزو كالي تان كاركتر يعني صفتك اي هتقول جي سوي جانتي انا اكون لطيف او سمپا او timid يعني حسب الصفر انت حافزها توا دفرير عندك اخوات وي جي دفرير او تروى فرير سالو سالو كمان اي تان ساكادو يعني حقيباتك المدرسية عملا ازاي هتقول مثلا يلي هيتكون كبيرة هتقول هيتكون سوداء كسك يلي دان تطرس ايه الموجود في التطرس المقلمة ايلي يلي اي ستيلو اي ان كريان يوجد كلم غاف وكلم رصاص واخر كستيون معنا هو سيجي يعني المواضيع كري دو 15 او 20 مو دان سي 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 اكتب من 15 ل 20 كلمة في الموضوعات الاتية وانا اجيبلكم اهم الموضوعات اللي احنا نحفظها كويس علشان نقدر نجواب على صحفي الكزامان قدم نفسك هتتكلم عن العمر والاسم والهواية والاخوات او اي اسم انت عايزو عندي مثلا 17 سنة بحب العب كرة القدم في النادي غمنا سهلا بسيط جم جو او فوتبول او كلب جي دو فرير عندي اخين جي دو فرير ال سن جانتي هم يكون لطفا ال سن جانتي حقيبا بتاتاك لحقا لحقاة لحقاة لحببها من حيث من حيث الدولة والمدينة والجنسية من حيث بسيط لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديوهات ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو ربنا يفققوا ان شاء الله في الامتحان